الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا امتحان محافظة الشرقية بيبدأ معي بسؤال الأول وهو سؤال دالك سؤال المحادسة زي ما تعودنا أهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفني المحادسة بتتكلم عنه بيقول هنا مدرس بيتكلم مع طالب جيمة أخر فالطالب هنا بيقول له good morning صباح الخير وقال له may I come in a place هنا بيقول له صباح الخير ممكن أدخل من فضلك المدرس قال له good morning صباح الخير وقال له yes stand here قال له أيوة ولكن سألوا سؤال خليها بقى نرى الإجابة علشان نعرف السؤال قال له في الإجابة it's the bus which makes me late بيقول له للأتوبيس هو اللي خلنا نتأخر يبقى كده كان بيسأله عن السبب بس عن السبب بإيه بwhy هنا أقدر أقول له why are you late يعني ليه أنت متأخر حدا تاني هيقول لي ممكن أسأل أقول why do you come late ليه أنت جيت متأخر اللي جاب تنصح جبه دي أول إجابة بعد كده قال له لتوبيس هو اللي أخرني المدرس سألوا سؤال لازم بقى أعرى الإجابة علشان نعرف السؤال قال له I always leave home at quarter to eight بيقول له هنا عن الوقت خلي بقى لك بيقول له أنا بغدر البيت الساعة كذا ده وقت الوقت مثلا حنو بقى يا شباب ورافوا عليه when أو what time خلينا نقول when do you طبعا do بيجوارها المصدر فهنا أقول له when do you leave home بيقول له يعني إمتى إمتى بتغادر البيت أو إيه الوقت اللي أنت بتسيب فيه البيت بتطلع من البيت الساعة كامية يعني قال له ثمانية طبعا الاربا بعد كده المدرس قال له how far is your home from here how far كامل مسافة كامل بعد المسافة قد إيه من البيت لغاية هنا فطبعا هنا أنت تقدر تكتب أي مسافة طبعا ما هو مش حدد لك حاجة معينة يعني ممكن نقول it's about وتكتب أي وقت it's about مثلا 40 minutes يقول له المسافة بتستغرق 40 دقيقة يبقى it's about 40 minutes حوالي 40 دقيقة قال له you should leave home early بيقول له هنا يجب عليك أنك تطلع بدري عن كده شوية رد عليه وقال له حاجة وقال له can i sit now يبقى هنا وافق قال له ok تمام وقال له هل أقدر أعد دلوقتي طبعا ممكن يقول له yes وبعدين comma وبعدين عكس بقى the i بتحول إلى you can't زي ما هي يبقى يقول له yes you can سؤال اللي بعد كده بيكون عندي سؤال read and complete تكملة النص السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده تركوز جدا وتترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ستة كلمات بتبدأ تختار منهم أربع كلمات وتحطهم في الفراغات اللي قدامك بيقول له هنا close your eyes and try to do something you do every day يعني هنا بيقول لك اغلق عينيك ايه في العينيك وحاول او اجرب انك تعمل اللي بتعمله كل يوم you will realize how not it's to do things if you can not see what you are doing بيقول لك هتدرك سوف تدرك كيف او ازاي يعني انه صعب انك تعمل الحاجات دي بدون ان ترى ما تفعل كل الصعبة اللي هي كلمة difficult يبقى اول حاجة كلمة difficult بعد كده بيقول blind people المكفوفين face such difficult بيوجهوا مثل هذه المشكلات زي نقط on their other senses to learn about the world لك نقط هنا بيقول لك بيوجهوا المشكلات دي لذلك هم بيعتمدوا على الحواس الحواس الأخرى زي اللمس والسمع علشان يتعلموا عن العالم حولهم كلمة يعتمد اللي هي depend يبدي رقم اثنين طبعا بيقول لك هنا لكي يتعلموا عن the world عايزوا لك around زي عن العالم حولهم طيب كلمة around دي رقم 3 بعد كده بيقول لي with practice بالتدريب بقى they learn to use these senses هم بيقدروا يتعلموا ازاي استخدموا الحواس دي نقط than people with sight عايزوا يقول لك يعني افضل من الناس اللي بتشوف كلمة افضل من او احسن من اسمها better than يبقى رقم اثنين هتبقى كلمة bitter راجع معايا تاني كده اول واحدة عندي هتبقى كلمة difficult ليه معناها صعب تاني كلمة عندي كلمة depend on يعتمد على والتلتة عندي اللي هي كلمة around واخر كلمة اللي هي كلمة better نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده سؤال الرقم 4 وهو سؤال القطعة طبعا سؤال القطعة سؤال مهم جدا اهم حاجة انك تقرأ القطعة كرا جدا وترجمها على مهلك قبل ما تحل الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة زي ما اتفقنا سؤال القطعة سؤال مهم جدا اهم حاجة انك تقرأ قطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. هنا بقى هسيب لك قرية القطعة زي واجب كده. قرى القطعة على مهلك لو فيه كلمة وفت معاك اكتبها لي فيه التعليقات. نبدأ نحلم مع بعض اسئلة القطعة. السؤال الاول The main idea of the passage نقط. هنا بقول لك الفكرة الرئيسية للقطعة بتكون ايه? قطعة بتاعتنا بتتكلم عن rule model اللي هو القضوة. يبقى الاجابة عندي هتبقى perfect rule model بعد كده rule z underlined word excel means to not. هنا كلمة دي اعيز اقول لك معناها ايه? طبعا كلمة دي بتيجي معنى موفق لسكسيدد. ناجح يعني. اللي بعده add the dinner table بعد كده يقول لك they not with each other. طيب هنا في العشاء او في تربزة العشاء. هنا بيقول لك هم كانوا طبعا بيتكلموا مع الناس الاخرين. يبقى زي talk with each other. بعد كده بيكون عندي اسئلة مقالية على القطعة برضو السؤال الاول. why is the father considered a good rule model هنا بيقول هاد من القطعة السبب اللي بيخل الاب يعني يعتبر قدوة جيدة. طيب هو قال لك كزا سبب قال لك اكتر من سبب. ممكن تكتب سبب واحد او سببين. نضع نقول السبب الرئيسي اللي هو because طبعا هو بيحمي كل افراد العائلة. بتقول لي because he protects he protects اللي معناها يحمي. تاني كده رقم واحد اللي هو because he protects his children from problems. بيحمي اطفاله من المشكلات. بعد كده بيقول لي سمرايز معناها لخص. the last paragraph البراغراف الاخير in one sentence طيب هنا بيقول لك لخص اخر نص او اخر قطعة في جملة واحدة. نضع نقول مثلا الاب اللي هو the father هي كل قطعة كده بتتكلم عن ان الاب بيحمي ابنائه. the father enjoys playing الاب بيستمتع بلعب chess الشطرنج طبعا هو كان بيقول لي في نفس الوقت teaches بيعلم his son to be clever انه يكون مثلا شاطر يبعد رؤول the father enjoys playing chess دي اول جزئية and teaches his son وفي نفس الوقت كان بيعلم ابنه يبقى and teaches his son اللي بعده بيقول لي هنا how is the father helpful for his community ازاي هو كان طبعا بيقول لك هنا نافع ومفيد للمجتمع خلي بالك هو كان بيقول لي انه هو volunteers كان بيتطوها add an old people's home طبعا هو كان في القطعة بيقول ان هو he is volunteers كان بيعمل كان متطوع add an old people's home في منزل ليه ايه يا شباب ليه طبعا الناس الكبار في السن add weekends في الاجازات يبقى رقم 6 ممكن نخلي الاجابة he volunteer add an old طبعا people old people اللي هم الناس الكبار في السن وطبعا بيحط في الاخر هنا اللي هي s الملكية طبعا دي ابصر في s وقال له طبعا ايه people's home طبعا كان بي يساعد الناس الكبار في السن يبدي الاجابة رقم 6 بعد كده عندي سؤال القطع سؤال الاختياري سؤال الاول to form the adjective from the word peace ويadd the suffix a هنا بيقول لك كلمة peace اللي هي معناها السلام بنحط لها suffix اللي هو f-u-l عشان تبقى peaceful اللي هي معناها هادئ الصفة من نهاية بعد كده بيقول لي not is the synonym معنى او مرادف كلمة happiness اللي هي السعادة دي طبعا بتساوي عندي في المعنى كلمة pleasure اللي هي لها نفس المعنى pleasure اللي هي ابرطة نفس المعنى الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا we form the opposite of formal by add the prefix a خلي بالك علشان نجيب عكس كلمة formal اللي هي معناها رسمي بنحط لها بادئة هنا اللي هي i-n بتبقى informal غير رسمي اللي بعده the anthem of the word local حكس او مضاد كلمة local اللي هي معناها محلي طبعا دي عكسها كلمة international معناها دولي او عالمي اللي بعده not are people who watch a tournament in the stadiums to enjoy it خلي بقى لك الناس اللي بتشاهد البطولة او الدورة في الستاد وتستمتع بيها دي المتفرجين لما spectators بعد كده بيقول لي i usual do the نقط in the newspaper in my free hour طيب انا عادة عايز اقول لك بحلق كلمات المتقطعة لفي الجريدة في وقت الفراغ كلمات متقطعة بقى اللي اسمها crossword يبقى هنا اقول له crossword بعد كده عندي سؤال correct السؤال الاول محمد صلاح is an not football player to watch هنا بيوصف محمد صلاح بيقول لي انه هو لاعب طبعا رائع يبقى هنا اخرها ing يبقى هو مذهل او رائع يبقى اقول له amazing يبقى محمد صلاح is an amazing footballer بعد كده بيقول لي i didn't hear the doorbell since i not a shower طيب خلي بيقول لك هو بيقول لك انا ما سمعتش جارة سرباب منزو يبقى هنا عايز يقول لي يا شباب ماضي طبعا i had a shower بيقع رها جملة ماضي بسيط الماضي من هاب اللي هو had بعد كده بيقول لي هنا the supermarket is the not shop in my town طيب خلي بيلك ما ينفعش هنا استخدام بيزي انا عندي زا يبقى دي سيغل التفضيل التفضيل بشيل ال y وحتم كنها i e s d سأقول له the bestest shop السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا neither nor i not present last night طيب خلي بالك last night دي ماضي يبقى هنا عايز was aware طيب هنا عندي مفرد دي بأستخدم i was present يبقى هنا كلمة was اللي بعده he has not all his life احنا اتفقنا have أو has بيقع رها الفعل في التصريف التالت تصريف ثالت من بي اللي هو بين فالإجاب هنا يقول له he has been disabled all his life يبقى هنا بين الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا امتحان محافظة المنوفية طبعا بيبدأ معايا بسؤال ذلك سؤال المحادسة زي ما تعودنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحلم وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه مونا بتتكلم مع صاحبتها عن صفرها في الطائرة فمونا بتقول لها I am traveling by plane next Monday أنا مسفر بالطيارة طبعا بتقول لها يوم الاتنين اللي جاي لها that's why you seem pleased لهذا السبب انت يبين عليك مبسوطة وسألتها سؤال لازم أقرى الإجابة علشان أعرف السؤال الإجابة I am going to England طبعا ده مكان المكان بقى بساعة هنبقي where بتقول لها نهر وعند الترى ثانا طبعا هتقول لها where اين are you going يعني بتقول لها انت مسافرة فين يعني يبقى أول سؤال عندي بتقول لها where are you going ثانا طبعا ثانا طبعا ثانا طبعا سألت سؤال برضو نفس الكلام لازم أقرى الإجابة علشان أعرف السؤال الإجابة بتقول لها هنا to visit my uncle علشان أزور خالي to يبقى أسأل هنا why ليه يعني السبب بتقول لها رح ينجل طرح فبتقول لها why لماذا قالت لها عشان أزور خالي قالت لها بعد كده does he study or work زهر طيب هال هو بيدرس ولا بيشتغل هناك يعني تلاقي حاجة وتلاقي he is an engineer يعني مهندس في مصنع طيب مهندس في مصنع يبقى هو بيعمل إيه برفوع لي بيعمل هناك فهتقول لها he works زهر هو يعمل هناك وقالت لها ان هو بيعمل مهندس في مصنع عشان كده مهم بتقرر المحادثة كلها قبل ما تحل أمل تلاقي what time does the plane to England leave طيب هنا تسعى الوقت المحدد بقى امتى الطائرة هتروح إلى انجلترا طيب هو هلا مش مديني معاد محدد فهنا قدر نكتب أي وقت خلينا نقول مثلا add وتديني أي توقيت مثلا add 4 p.m خلينا نقول هتطلع الساعة 4 يبقى add 4 p.m هتطلع I wish you were with me on the plane to enjoy more طبعا ممكن ترد عليها وتقول لها me too وأنا أيضا بعد كده يكون عندي سؤال read and complete take minute in us السؤال ده هو عبر عن نص صغير النص ده بتقرق كويس جدا وترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا 6 إجابات بتختار منهم 4 كلمات وتحطها في الفراغات لأدامك here يقول أنا وصديقي قررنا نحن نزور حديقة عم في المدينة بتاعتنا بعد كده we looked at the online north of the garden طيب احنا دورنا أو بحثنا على الانترنت في ايه يعني على الانترنت على الحضائق اللي موجودة خلي بقى لك هيقرؤ تقييمات التقييم بقى اللي هو اسمه review يبقى نقول له looked at the online reviews بحثنا على تقييمات الحضائق على الانترنت وبيقول لي بعد كده they were helpful هما كل هون كانوا ايه طبعا مفيدين بالنسبة لنا it was a good idea to wear no choose كانت فكرة جيدة ان احنا نرتدي عايزي لك حزاء مريح طيب كلمة مريح بقى هيا comfort يبقى دي رقم اثنين بعد كده بقول لي we walked a lot the garden is so big بعد كده بقول لي we enjoyed seeing flowers and the nought احنا استمتعنا برؤية الظهور والايه تاني اللي ممكن يكون موجود في الحديقة طبعا الظهور والنباتات النباتات اللي هي plants يبقى plants we watched a space exhibition شفنا معرض للفضاء and a museum ومتحف we went not for handicrafts في النهاية عايز اقول لك تسوقنا حرف يدوية او طبعا مجهولات يدوية كلمة تسوق اللي هي went shopping يبقى هنا كلمة shopping رقم 4 راجع معايا تاني كده اول اجابة عندك اللي هي كلمة reviews تاني اجابة عندي اللي هي comfortable والتالتة عندي طبعا اللي هي النباتات اللي هي كلمة plants طبعا دي رقم 3 plants والاربعة عندي اللي هي كلمة shopping نيجي بعد كده على السؤال رقم 3 هو سؤال القطعة سؤال مهم جدا اهم حاجة فيه انك تقرأ قطعة كلها على مهلك والترجمها قبل ما الا بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة زي ما اتفقنا اهم حاجة انك تقرأ قطعة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ تحلم هنا بقى هسيب لك قرية القطعة زي واجب كده قرى القطعة براحتك لو فيه كلمة وفت معاك اكتب هالي فيه التعليقات نبدأ نحل مع بعض اسألة القطعة اول سؤال عندي سؤال اختياري بيقول هنا the passage اذا باوت نقط القطعة بتاعتنا بتتكلم عن ايه طبعا قطعك بتتكلم عن مطعمين معينين هنا اقول له two new restaurants دي اول اجابة السؤال التاني بيقول هنا نقط is not big restaurant انهي مطعم بقى ما كانش كبير جدا طبعا كان فيه مطعم عندنا شباب اللي هو بقول هاي flowers restaurant اللي بعده بيقول هنا عادل paid much money in not restaurant بيقول لك عادل دفع فلوس كتير في طبعا مطعم واحد هو كان بقول كده في القطعة يبقى نقول له one restaurant بعد كده السؤال المقالي السؤال الاول بيقول لي why did عادل wait twenty minutes for a table of clouds ليه بيسأل لماذا يعني عادل انتظر عشرين دقيقة طبعا على التربيزة في المطعم ده خلي بالك هو كان بيقول لي الاجابة في نفس البراجراف يقول لي because it was busy لان المطعم ده كان مزدحم جدا يبقى هنا اول اجابة عندي because it was very busy المطعم ده كان ايا شباب كان زحمة جدا بعد كده بيقول لي summarize لخص the last paragraph of the text in one sentence لخص البراجراف الاخير في جملة واحدة نظر نقول مثلا he tried to new restaurant هو جرب مطعمين طبعا هنقول اسام المطعم برضو يبقى قوله he tried to new restaurant و flowers and clouds خلي بالك انت بتحل الاسئلة ده من خلال القطاع سؤال التلخيص ده ممكن تقول اجابة و 2 و 3 و 3 نصح خلينا نقول he tried to restaurant flowers and clouds ده اسام المطعم اللي هو ايه جربها بعد كده what restaurant do you think عادل would go to again وفي الاخر بقول لي why لماذا يعني هنا بيقول لك المطعم اللي انت تعتقد ان عادل هيروحه تاني طبعا هو كان بيشكر جدا في مطعم اللي هو flowers يبقى لذها flowers طبعا السبب يا شباب انك تقول له عندي اكتر من سبب اول سبب ان هو كان رخص جدا وطبعا الطعام بتاعه كان افضل يبقى خلي بالك تقول سبب و 2 و 3 خلا نقول ان هو كان ارخص في السعر بعد كده بيكون عندي سؤال اختياري السؤال الاول المية والكهرباء اشياء زي الكهرباء والمياه اللي بتساعد الناس او الافراد المجتمع طبعا دي اسمها public service اللي هي طبعا خدمات عامة الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا you can find comfortable shopping on the internet بيسألني بقى بيقول لي كلمة comfortable اللي هي معناها مريح here is like في الجملة دي مثل كلمة ايه طبعا سهل جدا اللي هي كلمة easy بتسويها بالمعنى اللي بعده this lesson is short الدرس كان قصير جدا it doesn't need a noot time to study هو ما كانش محتاج وقت طبعا طالما قصير ومش محتاج وقت طويل اسمها long time يبقى هنا كلمة long بعده كده students were exit not to hear about the school trip to uswan طيب هنا عايز يقول لك ان هما كانوا طبعا متحمسين متحمس بقى اسمها excited بعده كده بقول لي iman was not happy when she lost the final tennis match طيب هنا ما نفعش اقول iman was عايز يقول لك unhappy غير سعيدة ليه لان هي خسرت المباراة يبقى له unhappy السؤال اللي بعده there are a lot of monuments in luxor بيسألني كلمة monuments اللي هي معناها الآثار في الجملة دي معناها a of the past times من العصور الماضية طبعا مباني قديمة من العصور السابقة اسمها old buildings بعده كده سؤال correct السؤال الاول بقول لي we not watch television in the evening طيب خلي بالك هنا ما نفعش اقول usual ده ظرف تكرار اقول we usually watch لازم تكون حفظها طبعا يبقى هنا كلمة usually اللي بعده قول لي i not alexander since i was young طيب قلنا since وراها جملة ماضي بسيط يبقى داعنا طول زمن مضارع تام مضارع تام من في i يبقى have هن فيها لانه طبعا جيب لي not يبقى هنا haven't وتصريف التالت من visit اللي هو يكون اخره ed يبقى haven't visited بعد كده بيقول لي because it was نقط in the morning i couldn't see the road انا مقدرش تشوفي حاجة على الطريق بشكل جيد يبقى هنا بيقول بسبب ان الجو كان طبعا عايز يقول لك فضي اللي هو مليئ بالضباب يبقى هنا كلمة فضي اللي بعده a doctor be good at science subjects طيب هنا ما ينفعش يستخدم have to ليه بقى احنا قلنا قبل اي حاجة لازم تحط عينك على الفاعل وتحدد كده الفاعل ده مفرد ولا جامع doctor مفرد يبقى استخدم has to الدكتور طبعا يجب ان هو يكون جيد في المواد العلمية while i نقط the battery my phone rank طيب خلي بالك while دي رابط الرابط ده بيجور زمنين الزمن الاولاني مش موجود عندي زمن التاني ماضي بسيط والنواقل اللي بيجورها ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط طب الماضي مستمر بقى ابصى على الفاعل i يبقى استخدم was برافو عليك ماضي مستمر was where والفاعل اخره ing i هنا بتاخد was كلمة charge هتطل في الاخر ing يبقى هنا was charge